اشتركوا في القناة هذا العدوان صهيوني إسرائيلي واضح على أهلنا في فلسطين لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى توضيح واضح وكل الدنيا اعترفت وكل العالم يرى شكل هذا العدوان وشكل هذا التعسف وهذا الظلم وهذا الخراب الذي يعني يواجهه أبناء فلسطين العربية أبناء القدس بصدور عارية أمام هذه الآلة القاتلة المدمرة التي تسمى إسرائيل والحديث ليس عن هذا الموضوع الحقيقة لأن هذا موضوع مثلما قلت معروف للجميع ولا يمكن إنكاره والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية وكل دول الدنيا تعرف أن الحق حق والباطل باطل وأن إسرائيل على باطل وأن المظلوم هو الشعب الفلسطيني والشعب العربي ليسرقوا أرضه وسرقوا حياته وسرقوا كل مقدساته وريدون إكمال هذا المسلسل الخبيث والمجرب الذي بدأ من أكثر من سبعين سنة المهم في هذا الموضوع ما يهمنا في هذا الحديث هي القوى الميليشياوية التي تحكم العراق والقوى التي تساندهم وأقصد إيران هذه التي كانت تدعي طوال هذه الفترة من طعا السنة وقبلها يعني نسمع خطابات إيرانية وخطابات خميني وغيرها وكل هذه السلطة هذه الغاشمة لتحدث عن تحرير القدوس وكانوا حتى في الحرب العراقية الإيرانية بغض النظر عن رأي الناس بالحرب العراقية الإيرانية معها ضدها أنت مؤيدها أنت ضدها بغض النظر لكن كانت هناك حرب بين بلدين بلد اسم العراق وبلد اسم إيران والحرب استمرت 8 سنوات ودافع أهل العراق بسنتهم وشيعتهم وكردهم وكل قومياتهم ودافعوا عن العراق وقدموا دماء سخية لهذا البلد حقيقة بغض النظر عن هذا مثل ما قلنا لكن كانت إيران تدعي أن طريق القدس يمر عبر بغداد ويمر عبر كربلا ويمر عبر النجف وكانوا يسمون قواتهم قوات القدس وقوات ما عرف منه ويكتبون على ظهور الأطفال اللي خادعيهم إلى القدس ويقولون لهم أن القدس بعد بغداد بمعرف كم كيلو متر ويدخلون إلى حقول الألغام ويقتلون بالآلاف هذا كان الحال الحقيقة واستمرت هذه الشعارات العنتريات الكذبة الكبيرة وإذا بإيران تتسلح وهي تتفضت إسرائيل بالسلاح الإسرائيلي وتنفضح وتنفضح يعني فضائح كثيرة تخرج عن السلاح الإسرائيلي الذي تزوده إسرائيل لإيران لقتال العراقيين هذه واحدة من الحقاق وأمريكا التي يسمونها الشيطان الأكبر كانوا تزودهم بالسلاح هو فضيحة الكونترا هذه وفضيحة السلاح كبيرة جدا ومعروفة عموما وهذه الميليشيات التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن تدعي أنها مع نصرة فلسطين ومع نصرة القدس وحزب الله في لبنان يقول نحن شوكة في عين إسرائيل ونحن من كذا وكذا الحديث وهذه الشعارات البراقة الكاذبة المخادعة وإذا بالحرب تشن على أهلنا في غزة الفلسطين وإذا بكل هذه بكل هذه الفصائل كل هذه ما يسمونه الفصائل المسلحة هذه الميليشيات الغادرة صمت القبور وأولها حزب الله في لبنان اللي هو على الحدود مع إسرائيل وأولها إيران التي تدعي أن لديها صواريخ وهو القدس واحد والقدس اثنين والقدس ثلاثة ومعرف منه هذه الكذبة الكبيرة تهدد إسرائيل وسنمحوا إسرائيل وسكذا وصواريخنا وصلت إلى 3000 و 6000 كيلومتر وما عرف وين وإذا بالحرب تشن ولم تطلق رصاصة واحدة أراد أن يتحرشوا بهم وقالوا أنه ربما هم أطلقوا بعض القذائف ضد إسرائيل وإذا ببيان سريع وبلهجة قوية وحاسمة ينفي ينفي قيام حزب الله بإطلاق أي إطلاق ضد إسرائيل وإذا بهذه الميليشيات وهذه العنتريات تظهر على السطح بشكل واضح والناس بدأت تقول ما هو حقيقي وهو واقعي لا يمكن لأحد أن يصدق شخصا واحدا يوم يعني يتبنى أو يبكي على أوضاع أخواننا في فلسطين بينما يختال العراقيين إلى حرار بدم بارد وقلب جاحت هذه الميليشيات يمن تقتال العراقيين بالشوارع لأنهم مطالبون بحريتهم ومطالبون بوطنهم فكيف يمكن لهذه الميليشيات أن تكون مخلصة لفلسطين كيف تكون مخلصة للفلسطينيين وهي غير مخلصة لأبناء جلدتهم العراقيين هذه كارثة هذا النفاق بعينه وهذه الكذبة الكبيرة فضحتهم الميليشيات التي هجرت الفلسطينيين في البلديات في بغداد بالذات وفي شارع حيف هي ميليشيات تابعة لإيران وجدتها الأوامر من إيران لقتل الفلسطينيين واستيلاء على أموالهم وبيوتهم وطرتهم وقعدوا الفلسطينيين الذين كانوا في العراق منذ عام 48 وقبلها يعني عاشوا في الصحراء ربما سنتين أو أكثر إلى حينما المنظمات الدولية أخذتهم الآن تجد بعض منهم بالأرجنتين وبالبرازيل وبالمكسيك ومعرف وين اعتبروهم لاجئين لكي يذوبونهم وينهوهم أخذوهم من العراق وراحوا الذي يقتل الفلسطينيين بهذه الطريقة ويسيطر على بيوتهم ويغتال حياتهم ويتهمهم بكل الاتهامات ويعذبهم ويقتلهم والقصة طويلة وأهل فلسطين يعرفونها وأهل العراق يعرفونها هل يمكن أن يدافع عن الفلسطينيين وأن يتبنى قضيتهم ويتبنى قضية القدس ويتبنى قضية الشعب الفلسطيني المظلومة أنتم ظلمتوا العراقيين ميليشيات بأوامر إيرانية تظلم العراقيين وتدافع عن الفلسطينيين كذبة لا يمكن قبولها الحرب في غزة كشفت كل هؤلاء الرعاء أسقطت كل أقنعتهم الحقيقة وأسقطت أقنعت إيران التي تدعي أنها مع فلسطين ولديها صواريخ تسميها القدس واحد والقدس اثنين هذه الكذبة الكبيرة ما عاد أحد يصدقها وعليهم أن يكفوا عن حديثهم هذا أهل العراق على الأقل منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 21-23 لغاية 2003 بغض نظر عن شكل النظام قدموا ما قدموا من تضحيات فلسطين وكانوا مخلصين للقضية الفلسطينية وحروب كثيرة 48 و67 و73 وغيرها وغيرها الكثير تثبت أنهم كانوا مخلصين لهذه القضية وما زالوا يحبونها ويخلصون لها لكن هذه الميليشيات الإيرانية وغير الفكر الفكر الكسيح ليس مخلصا إلا للخراب والدمار وإلا المنهج الاستيلاء الذي يشابه منهج استيلاء أسراهي أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة